موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني في الله اليوم سوف اتطرق الى موضوع اهم جدا وهو كيفية الرجوع من اصدار 7 الى اصدار 6.1.3 باسهل الطرق وببرنامج e-tunes اولا سوف نقوم بعملية كم تشاهدون الايفون هو في الاصدار السابع نسخة الرابعة بيتا اليوم سوف نقوم بعملية او اي نسخة سابعة اليوم سوف نقوم بعملية الرجوع الى اصدار السادس اي 6.1.3 اولا من الضروريات نحتاج الى الفيرموار 6.1.3 الذي سوف اضع رابط تحميله في اسفل الفيديو بعد ذلك سوف نقوم بعملية الرستور للجهاز لنزول الاصدار السادس بسم الله نبدأ على بركة الله سوف نقوم بعملية الضغط الضغط على shift ثم restore انا اصدار سوف اقوم بعملية اعادة ارغاء جباس سوف اقوم بأرغائه جباس فمن الضروري ارغاء جباس لكاليساشن دايفون عند 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 ما مع اصدار احوالي سوف نقوم بعملية نقوم بربط ايفون بالجهاز ثم نبدأ عملية الريستور نصيحة منكم عند عملية الريستور تقوم بعملية اخت النسخة الحتياطية عن طريق برنامج الائتولز اولا سوف نبدأ نقوم بعملية الضغط على shift ثم رستور الايفون ثم سوف نختار مكان موضع الفيرموار ثم نقوم بعملية الضغط على shift ثم رستور الايفون ثم سوف نختار مكان موضع الفيرموار ثم افهير بعد ذلك رستور ها هو الان ايفون قيد الفيرموار قيد قيد الفيرموار سوف نقوم بعملية اعادة تشغيل تلقائيا ثم وتقلقوا على الجهاز لانه قيد عملية الريستور كما تشاهد منها نقوم بعملية الريستور هادا امر عادي هاو هاو ها هو التي تشاهد منها ها هو كما تشاهدون بعدها ندخل الجهاز يوضع الريموت يصبح هكذا ثم ندخل وضعت الديفمون ثم سوف نختار الـ firmware يختار الـ firmware ثم نضغط على الـ firmware الضغط على زر Shift ثم وهذا ثم ريستور الآن قيد عمليات الريستور اشتركوا في القناة و هذه الجهاز هو الان يقوم بعمل الريستور والجهاز قمت بعمل جهاز جهاز نقوم بعمل سوف نقوم بعمليات قليلا هو الآن طور الرسطة كما تريدون هذا الفلاش هذا الفلاش سوف نقوم بعمليات وقف الفيديو وذلك لتفادي الإطالة هو الآن يقوم طور الرسطة سوف نرجع لكم بعد عملية الرسطة نحن نقوم بالعودة لكم بعد إتمام عملية الرسطة بعد إتمام سوف تجد هذه الرسالة ضغط على أوك ثم بعد ذلك تقوم بجهاز بعادة التشغيل ثم قد أنهينا سوف نقوم بعمية تسحب الكايبول سوف يتمم هذه الخطوة قليلا يتمم سوف يأخذ قليلا بعض الوقت هاو الان هاو قد انهينا مع الجهاز هون جهاز في اصدار السادس سوف تقوم بعملية التفعيل والشبكة و الى اغغير ذلك ومعمية تختارة اللغة العربية ومشارة حملية للغاز واذا تفعل ذلك بعد ذلك نختار البلد ثم التالي ثم نقوم بعمل اتصال بالواي فاي سوف ادخل الواي فاي ونقود وارجم عليكم نحن عودنا نقوم بعمل اتصال الثاني تنسيط الايفون ثم تعطي الخدمة لان نريد ثم ايفون جديد الى غير ذلك نكون قد نقوم بعمل انتخال الابل ايدي ثم نقوم بعمل ايدي ايدي نقوم بعمل ثم نقوم بعمل ثم المترجم الآن كما تشاهدون نقوم بعملية الموافقة للبنود شركة شركة جهاز نقوم بعملية الموافقة سنقوم بعملية الموافقة استخدام جهاز قمت بعملية الموافقة الاصدار سوف اندخل الى الاتج ثم سوف نشاهد الاصدار الجهاز هام هام ثم حاول ثم سوف تريد الاصدار الجهاز و الاصدار السادس فاصل واحد فاصل ثلاثة يعني ستة فاصل واحد فاصل دلاتة هذا كل ما يخص هذا الفيديو لا تنسوا عميل تشترك للقناة ثم تضغط على الدرجة من اجبك هذا الفيديو للقاء الى فيديو اخر ان شاء الله و الى فيديو اخر